مادة تراكيب محددة او رياضيات مقطعة او تراكيب مقطعة نفس المعنى يعني كل جامعة يسموها باسم مختلف هلأ هاي المادة في يعني تكس بوكس الفرنس بوك اللي هو من نفس بعض يعني هذا بس مختصر اكثر في تمارين تكون بنهاية كل شابتر في تمارين هاي التمارين هما بجيبوا منها الدكاترا اسئلة الميدات والفاينل وموجود لها حلول في نفس الكتاب من حلول موجودة يعني فالطالب اللي بده يجيب درجة في هاي المادة يشوف التمارين هاي رح يعطوكم هم وركات من نفسهم فهاي هي اللي بجيبوا منها الأسئلة الشابتر الأول معناه البروبوزيشن البروبوزيشن هي جنبة دائما جوابها يكون اما true او false يعني مستحيل يكون جوابها كلمة لا اما صح لا اما غلط فقط هذا جوابها ايشي ثاني مستحيل يكون جوابها يعني لو سألتك كم عمرك ويقول لهم مسلا عشرين هاي مو بوربوزيشن الجملة اللي لانه جوابها مش true false اوكي الغبر مصنوع من الجبن الخضراء خطأ خطأ إذن هذه العبارة لما نحكينا الرياض is the capital of Saudi Arabia الرياض عاصمة السعودية تحكي صح فإذن هذه الجملة Proposition تورنيتو is the capital of Canada تورنيتو هذه المنطقة هي عاصمة كندا تجاوبيني الصح أو خطأ فإذا جلوتيني خطأ فمعناها واحد زائد سفن تساوي واحد واحد زائد سفن تساوي واحد صحيحة عبارة صحيحة ما فيها مشكلة إذن هذه العبارة Proposition ليش؟ لأن جوابة true سفر زائد سفر تساوي اثنين فالس هذا الكلام مو صحيح سفر زائد سفر تساوي اثنين فإذن كتبنا بالفالس لأنه ما فيها جواب غير true أو false يعني العبارة لا إما true لا إما false وانتهى الموضوع إذا كان جوابها كلمة غير معناها not for position شوف هاي لبرة sit down sit down صيغة أمر اجلس ما رح تحكي لي true أو false ما رح تحكي لي true أو false فهاي معناها not for position what time is it شو ساعة الآن رح تحكي لي 12 واحدة ثنتين إلى آخره فهاي معناها ما جوابتيني ب true أو false فهاي معناها not for position okay x زائد واحد تساوي اثنين ما بعرض الله أعلم ليه؟ لأنه ممكن أنا أحط هون واحد وممكن أحط أي رقم ثاني هي لازم تكون جوابها إما true أو false مش true false من نفس الوقت فهون في عندي مجهول لما تكون الجملة تحتوي على مجهول على variable دائما هي not for position okay احفظوها زي اسمكم x زائد واحد تساوي زد ما بنعرف ما بنعرف ما بنعرف ما بنعرف إذا فعلا x زائد واحد تساوي زد أو ما بتساويها لأنها دول مجاهيل فهي not for position فلا الجمل اللي بتكون not for position متعارف عليها تكون إلها الثلاث خائرات صغط الأمر لما تؤمر حدا تسكر الباب افتح الباب أعطني الكتاب صغط أمر صغط السؤال بشكل عام بيكون فيه خدمة زي علامة استفهام كم الساعة طالعين على الجامعة كم حصلت معدل كم معدلك كم عمرك إلى آخر هاي كلها الأسئلة not for position والقيم والقيم اللي فيها variables المجاهيل متغيرات هذول دائما not for position كي خاصوهم زي اسمكم بوربوزيشن لوجيك ولك أجملت بوربوزيشن تحتوى عن متغيرات P R Q S إلى آخره الجمل اللي أنا رح تعرفوها دائما بتكون تقيمتها لا إما ترو لا إما false ما مرة true مرة false لا هي هاي العبارة طول عمرها رح تظلها false ولا عمرها رح تصير true القمر مصنوع من الجمل الخضراء ولو عمرها false اوكي بينما هاي العبارة شوفو هون إذا حطت قيمة X تساوي 1 صارت true إذا حطتها قيمة X تساوي 2 شو صارت الجملة false صح؟ فمرة true مرة false عم تطلالي فمعناها هاي network position فمتوا علي فلازم العبارة دائما تكون لا إما دائما true لا إما دائما false لدينا أدوات للعبارات المنطقية اللي هي أداة النفي ال-and ال-or ال-implies وال-be condition اللي هي if and only f هاي الأدوات ما منقدر نستخدمها غير للعبارات ال-proposition يعني أنتو كل دراستكم على ال-proposition يعني ما منقدر تستخدموا هاي الأدوات غير لما تكون الجملة بالأصل ال-proposition ال-negation اللي هي النفي هاي من نسميها هاي من نسميها أداة ينيري شو معنى ينيري؟ ينيري معنىها أحادية بتيجي قبل جملة واحدة إنتي لما ننفي من ننفي جملة واحدة كي من ننفي جملة واحدة فهي ينيري مثلا ذهبت للجامعة وها لم أذهب إلى الجامعة هي جملة واحدة ال-conjection هي ال-and ال-and دائما تربط بين جملتين disjection اللي هي ال-or وال-or دائما تربط بين جملتين ال-implies برضو تربط بين جملتين إذا if then إذا كان فإن إذا حدث هذا الأشي فإن سيحدث مثلا شي تاني ال-by-condition if and only if برضو تربط بين جملتين هذه العبارات منسميهم binary الأدوات منسميهم binary ليه لأنهم بربطوا بين جملتين إذا ال-negation منسميها binary والباقي منسميه binary ال-and يسميه conjection or disjection implication by condition كثير بالاختبارات بيجبوش and و-or بيحبوكم conjection و-disjection لازم تكونوا عارفين هون لنبدأ في ال-negation طبعا هاي الجزئية سهلة وحلوة هاي النفي عيندي جملة بي لما بدأ في هذا أحكي نفي بي إشارة النفي بتكون بهالطريقة هاي هذا المتعارف عليه بال-descript بمادة تكون تركيب أو ممكن تكون بهاي الطريقة هي ال-complement غالباً بتخدموها في مادة logic تصميم المنطقي بس ولكن بال-descript غالباً أو بالكتاب ما تمدين عندكم هاي هي الإشارة فإذا كانت هون الجملة B الجملة B وهاي نفي البي هاد true stable لإلنا هاد اسمه جدور الحقيقة لازم تحفظه زي اسمكم ومتعرفه زي اسمكم الجملة B ممكن تكون قيمتها true وممكن تكون قيمتها false طب نفي البي شو رح يكون إذا كانت الجملة B true نفيها شو رح يكون إذا كانت الجملة false فشو رح تكون نفيها true هاي بالنسبة لإلنا نفي ما تناج جملة أعتبروا أنه B هي عبارة عن هاي العبارة the earth is round the earth is round هاي جملة B إذا الجملة B بتساوي هاي القيمة الدكتور طلب منا ننفي الجملة B النفي معناها لازم هاي لغة انجليزية لازم أحط العبارة قبلها not يعني not غالباً النفي بيجي قبل الفعل أو بيجي قبل الصفة قبل الفعل أو قبل الصفة بهم الدكتور بنا يشوف كلمة not يعني ما تعملوا عقضة باللغة الإنجليزية بهموا يشوف كلمة not إذا شفت كلمة not رح يحط لك صح ما بهموا تركيب اللغة الإنجليزية عندك صحيحة أو قطة بهموا يشوف كلمة not the earth is round شونا فيها the earth is not قبل الصفة not round كي not فخلص هاي كنا فأتيها كي يعني أي عبارة بنيةها بس خطي قبل الصفة not وانتهى الموضوع الكونجيكشن اللي هي الاند كي اللي هي الاند الكونجيكشن ودائما الاند بتربط من جملتين فلازم يكون عندنا جملة الأولى وعندنا جملة ثانية وبينتهم اند مشرط بي وكي اي عبارات يعني ما رح يفرق معنا الرموز هاي truth table تفعتهم جدوى الحقيقة هذول truth table لازم تحفظوهم زي أسماءكم تعرفوهم جدوى الحقيقة عنا truth table كيف منحط هاي الجملة الأولى هاي بي وهاي جملة الثانية مني كي ومنحط تنتين true تنتين false بعدين بنحط true false true false هاي الجدوى الحقيقة اوكي يعني الجملة الأولى صحيحة والجملة الثانية صحيحة الجملة الأولى صحيحة والجملة الثانية خاطئة الجملة الأولى خاطئة والتانية صحيحة التنتين خاطئة هاي الاحتمالات لهذا الجملة لا يوجد احتمال خامس بس هما أربع احتمالات طيب إذا كانت الجملة الأولى true والثانية true هي الحالة الوحيدة اللي بيكون فيها ال-and فيها true يعني لازم تكون الأولى true والثانية true عشان يعطيك الجواب ال-and be-and-queue تكون true باقيت الحالات خاطئة يعني واحدة false بقيتنا الجواب false ال-and فقط حالتها ال-and فقط حالتها ال-throw الوحيدة إذا كانت الأولى true والثانية true مثال الجامعة حكت بدنا طالب حاسب ومعدله فوق الاربعة ونص نعطيهم منحة طلاب الحاسب ومعدلاتهم فوق الاربعة ونص نعطيهم منحة إذن عندنا شرطين لازم يكون طالب حاسب هذه الجملة الأولى ومعدلاتهم فوق الاربعة ونص هاي الجملة الثانية لو أجد طالب حاسب يعني كان طالب حاسب فعلا طالب حاسب ترويا طالب حاسب ومعدلاتهم فوق الاربعة ونص كمان هاي الجملة تحقق قطي الشرط الثاني تحقق رح نعطيهم منحة ولا ما رح نعطيه رح نعطيه لأنه تحقق عليه الشرط الأول إنه طالب حاسب ومعدلاتهم فوق الاربعة ونص أجد طالب فيزياء آه لا ما تحقق عليه الشرط الأول ومعدل فوق الأربعة ونص يتحقق عليه الشرط الثاني رح نعطيه منحا لا لأنه ما تحقق عليه الشرط الأول شرطنا الأول لازم يكون طالب حاسب وطالب فيزياء ما رح نعطيه منحا فإذا إذا كان واحد من الشرطين خاطئ ما رح يتحقق شرط الآن خلص ما رح يعطيه لو أجل طالب حاسب تحقق عليه الشرط الأول ولكن معدله مش فوق الأربعة ونص معدله أقل من الأربعة ونص ما تحقق عليه الشرط الثاني أعطي منحة؟ لا، أنا شرطي أنه لازم هذا الذي يتقدم للمنحة لازم يكون حاسب وبنفس الوقت معدلة فوق الأربعة ونصف أجل طالب مش حاسب كيميا ومعدله أقل من أربعة ونصف لم يتحقق عليه شرط الأول ولا الشرط الثاني ما رح يأخذ المنحة إذن أنا عشان أعمل شرط AND لازم يتحقق الجملة الأولى تكون الأولى صحيحة والثانية صحيحة عشان يطلع الAND ماله صحيح أحفظوها زي اسمكم هون حكينا أفرضي إن جملة B شو بتساوي؟ I am at home وجملة Q شو بتساوي؟ It is raining دكتور حكالك أعمالي لي بي and Q يلا بلغة الإنجليزية نجي بنحكي بيك شو هي عبارة I am at home فبنزلها I am at home هاي جملة B بعدين عندي الAND هاي بحط and هاي هاي جملة Q هاي جملة Q ما صارت عندي B and Q وانضح حوالناها زي ما بدي إياها لو أجح حكالنا بطولي نفي الكيو and مين؟ B طيب شو هنا في الكيو؟ الكيو هي عبارة عن it is raining طيب ده أنفيها شو نعمل it is حط هون كلمة not صح؟ حط هون not هاي نفي الكيو إذن راح أخط بدل نفي الكيو it is not mean raining بعدين هون عندي and إذن it is not raining لنكتب and بعدين ننحجم لبي I am at home تنزل هون I am at home إذن صارت نفي الكيو and البي it is not raining and I am at home I am at home راح تنكتب ايك فحصلنا على نفي الكيو and البي الديسجاكشن 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 هي الأور الديسجاكشن هي الأور برضه لازم تربط بين جملتين هاي جملة أو هاي منحكي بدي أدرس مثلا حاسب أو أعلم حاسب أو نظم معلومات يعني إما راح أدرس علم حاسب أو أدرس نظم معلومات واحدة منهم يعني ممكن أدرس هاي أو هاي ممكن تنتين بصير هلا أو 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 هاي الجملة B و هاي جملة Q بحطة ثنتين true ثنتين false واحدة true و واحدة false و واحدة true و واحدة false هذا جدولة true أو بتكون false بس لما يكون الجملتين false وبقيت حالاتها بتكون true هاي بتكون true لما تكون جملتين true تبدك هاي أو هاي أوكي إما هاي أو هاي لا واضحة الفكرة فtrue مع true بعطيني true true مع false بعطيني true false مع true بعطيني true بس false مع false هي الحالة الوحيدة اللي بتعطيك إيش false نحفظهم زي اسمنا أجل كيف نعمل الor حكي لنا الدكتور افرض إنه B تساوي I am at home و افرض Q تساوي It is raining طلب بنا B and mean Q sorry B or Q كيف نعملها؟ شو جملة B I am at home هاي نحط لها هاي جملة B بس نزليها زي ما هي هاد الإشارة إشارة مين؟ إشارة الor إذا نحطي or أربطي حكي لنا جملة Q شو جملة Q It is raining هاي جملة Q It is raining هاي هاي هالكيو واضح؟ هيك عملنا B or Q لو طلب بنا الدكتور حكي لنا بدي نفي B or Q هيك شو مني عمل؟ نفل B I am at home I am at home I am not at home at home I am at not home كي 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 حطيها هون نت فهي نفيناها هاي العبارة لما نفيتيها بتنزليها هون كي بعدين بدا هاي الإشارة شونا نحط or هاي نحطينا or بعدين عندي Q كيو زي ما هي ما طالب من هانات بنحكي It is raining فقط لا غير غير هيك ما في شي هلا في عنا حالة خاصة من or اللي هي منسميها X or شو هات X or هاي or او exclusive or او الى آخر هي هي بتشبه الor كتير هادة true stable لإلها طبعا هاي B و Q هي يعني binary تشبع بين جملتين ثنتين true ثنتين false واحدة true واحدة true واحدة false جدول true stable لإلها المختلفات بكون true كيف يعني مختلفات بكون true يعني B true و Q false مختلفات عن بعض الجواب رح يكون true B false و Q true مختلفات عن بعض رح يكون true بذا اذا كانوا متشابهات جملتين True true أو false false رح يكون جواب false المختلفات true والمتشابهات false احفظي واحدة والتانية بتجي معك متشابهات false مختلفات true احفظوا واحدة والتانية بتيجي لحالها فنحكي المختلفات true شو فكرتها ما في جملة عليها خلينا احنا نحط I am at home it is raining I am at home طلب من الدكتور حكينا بx or زائد عليها حلقة هي هيك اشارتها زائد عليها حلقة شو منحكي بدل ال B منحكي I am at home هيا ال B هاي رح احكي بدلها I am at home طب بدل هاي ال x or شو احط دات ربط احط or or بدل ال Q شو احط شو ملت Q حطينا it is raining بدل ال Q اذا صارت I am at home or it is raining طب شو فرقت عن هاي ما فرقت شي صار زي بعض لا ما صار زي بعض ما صار زي بعض بنهاية الجملة التبعة ال x or لازم نحكي I am at home or it is raining وبحط عبارة but not both بات نت بوث بات نت بوث دائما بتشير انها هاي العبارة x or كانت لانهم ما بصيروا تنتين يكونوا متشابهات يعني بات نت بوث تنتين مع بعض لا يجوز اوكي يعني هلأ لما تقول العبارة عندنا x or هي نفس ال or نحط الجملة الاولى الآتة الربط هي or ونحط الجملة التانية ولكن بالنهاية منحط فيها but not both اوكي هاي هي الفرق بيناتهم الامبلايز 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 if then إذا كان فإن إذا كان فإن اوكي رمزها دائما بكون السهم بهالطريقة هاي وإذا شفتوه مثلا ببعض الكتب او بعض بهالطريقة هاي برضو صحيح عادي ما تخافوا منه هو صحيح المهم هو سهم يعني باتجاه واحد اوكي ماشي الحال هذا اهم شيء عندنا طبعا هي عبارة binary لانها تربط بين جملتين الجملة الاولى هاي تمتين true تمتين false بعدين واحدة true واحدة false واحدة true واحدة false الجدولة true التابل طبعا لازم نحفظه الحالة الوحدة اللي بتكون فيها false هي لما تكون جملة الاولى true والتانية false وكون جوابة false يعني إذا كانت الجملة الاولى true والجملة التانية جوابها false هي false بقية الحالات شمالها true بالعدد الطلاب بيحكوا ت كيف نعملها شوف كيف تعمليها بي بي نشوف كيف نعملها لازم نحط بدك جملة بي صح؟ نحكي بجملة بي ايام 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 هاي جملة بي لانه احنا بدنا بي امبلاي زكيو هاي جملة بي بعد ان امبلاي زكيو هاي جملة زكيو it is it is اوكي اوكي هلا طب كيف نعمل الامبلاي زكيو بيناتهم دائما بداية الجملة بنحط اف يعني قبل الجملة الاولى نسبقها دائما ب اف اوكي اف نحط اف ونحط الجملة الاولى بدل السهم نحط ذن ونحط الجملة التانية واضحة يعني اف كذا ذن كذا اف بي ذن كيو اوكي اذا لازم نحط اف وذن هذان مهمين جدا اوكي اف واش وذن اوكي ايه بالنسبة ل اف وذن اكزامبل مثلا حطينا what the value of the variable x اكتر statement حاكينا اف اتنين زائد اتنين تساوي اربعة ذن اكز تساوي اكز زائد واحد طيب حب هاي اف وهاي جملة هاي اعتبرها بي ذن هاي رح تكون امبلايز لان اف ذن هاي رح نتبرها مين كيو حلو اتنين زائد اتن تساوي اربعة هاي العبارة true هاي العبارة الاولى true اللي هي عبارة كبيرة امبلايز اكز تساوي اكز زائد واحد هاي العبارة مجهول عبارش ذه هي true او false مبارة هاي العبارة الاولى true يعني العبارة الاولى رح تكون true رح تكون true رح نشتغل على هاتين اتنين true التانية ممكن تكون true او false اذا كانت التانية false رح تكون نتيجة الجملة شو رح تكون false اوكي طيب شو هو الرقم اللي رح احطه هون وازيد عليه واحد ويرجع يعطينا الرقم نفسه شو معنى هاد الكلام؟ يعني لو حط فرضت انه اكز تساوي كم؟ واحد اوكي فواحد هاي هذا اعوض للإكس هاي ده احط واحد تساوي واحد زائد واحد واحد تساوي واحد زائد واحد؟ لا false طيب طب لو عوضنا بدل إكس اتنين هاي ده احط هون اتنين اتنين بدل إكس هاي كم؟ اتنين زائد واحد اتنين زائد واحد تعطينا اتنين؟ لا اذا هاي العبارة هاي ولا عمر رح تكون true دائما رح تضلها ايش؟ false لانه ما في رقم بزيد لو واحد ويعطيني الرقم نفسه اكي؟ ما في رقم بزيد لو واحد ويعطيني مين الرقم نفسه فترو implies رح تضلها false وش رح يعطينك الجواب؟ رح يعطيني دائما false لانه قيمة اكس قيمة غير منطقية ما فيش قيمة لا اكس هون لانه ولا عمره ولا عمره يعني بالمنطق يعني انا ما فيه اكس هاي نفسها اكس هاي الرقم رح اكتبه هون هو نفسه رح يطعط ناتج ما في رقم بزيد لو واحد وظل الرقم نفسه حطي سالب واحد سالب واحد زائد واحد كم؟ صفر فاذا هون رح ينحط سالب واحد وهون شو رح ينحط صفر فصالت قيمة مختلفة فاذا هاد قيمة اكس قيمة مش صحيحة اوك ما فيش قيمة لا اكس هون فدائما هاي الجملة هاي جوابها دائما false لانه الجملة الاولى كان ناتجتها true والجملة التانية ناتجتها false فtrue implies false true implies false شو بيعطينا false واضح هلا هون هاي مهمين لان جميع الطلاب هاي مهمة جدا كثير بيجبوها بالاختبارات الدكاترة دائما حكينا جملة الامبلايز هي if then يعني نسبق الجملة الاولى بكلمة if ونحط بدل السهم then ونحط الجملة التانية فيه عندنا صيغ اخرى ممكن احط if b فاصلة then q هاي برضو معناها implies ممكن احط عبارة if فقط لحالها واحط الجملة الاولى بعدين فاصلة ضروري فاصلة الجملة التانية هاي معناها implies يعني معنى اخر ممكن هاي اعمل be implies q شو احكي if i am at home ما اكتب then احط فاصلة احكي it is raining نفس المعنى نفس المعنى تماما هاي ممكن احط الجملة التانية q بعدين احكي unless وأن في الاولى معناها implies نفس المعنى نفس المعنى هاي ممكن احط q الجملة التانية بعدين احط if الجملة الاولى برضو تعطين نفس المعنى implies when never follow from هاي هدول كلهم الجمل اذا شفتوهم معناتهم implies مهمين جدا وأن الدكاترة بيجبوهم بالاختبارات اوكي هلا في عنا ايش اسمه الكونفيرس والكونفيرس 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 باسماء هم لازم نعرفهم هم حالات من الامبلايز الامبلايز كانت مثلا كيوس في الكونفيرس هي عكسها متى هاي زي اسمكم احفظوا ان الكونفيرس اللي هي متى كيوس Mash الكونفيرس نفي الكونفيرس نفي الكونفيرس نفي البي الانفيرس نفي الامبلايز اللي هي بإملايز الهي نفي البي نفي البي نفي القي 느낌이 مهمين جدا تعرفوهم لأنه بالاختبار الدكتور بيجي أعطيكم العبارة بقولك عطيني الconversal inverse contrapositive هيك بعطيكم الconversal inverse contrapositive بأسماءهم مش ضروري يعطيكم يعطيكم q implies b او نافل q implies nafil b ديف تعرفوا أنه الcontrapositive مثلا نافل q implies nafil b لازم يكون حافظينها لكن لأنه بعطونا إياها بأسماءهم ناخد هاي العبارة fund the converse جدي الconverse والinverse والcontrapositive of that it is raining ok is شوف هاي حلو it is raining or is not going to town حلو نيجي نشوف هاي العبارة شو بتشتغل معنا ok it is raining عندي هاي الجملة for me not going to town وفي عندي نات في عندي نافي ok نيجي نشوف كيف ننحلها sufficient condition when sufficient condition when sufficient condition هي sufficient condition إذن بفهم إن هاي العبارة implies q is b فإذن it is raining sufficient condition for me not going to town ok هاي أول شغلة بدنا نعرفها ok حلو هاي العبارة الأولى هاي العبارة الثانية هاي العبارة الثانية يعني العبارة كلها على بعضها q خلص خذوها معنا فيها إنها q ممكن يعني تحكي للدكتور أنا أخذتها بدون إنها فيها ك going to town هي q وبعدين حطتي الهنط بس بدك توزع العبارات نشوف هاي أتوقع موجودة في مكان ثاني أفهمكم إياها هاي الفكرة بس خلينا على هاي هاي كلها على بعضها لنأخذها q نحلم زي ما هما حالينها إذن it is raining هاي بي بعدين not going to town هاي q sufficient condition هاي هي الامبلايز هكا أنا أعطيني الconverse الconverse هي q الجملة الثانية بعدين مين الجملة الأولى فالجملة الثانية بعدين الجملة الأولى وبننعملها امبلايز أوكي ممكن تعمل امبلايز بأي طريقة من هدول الطرق بس أنا الأسهل بالنسبة إنا اللي هي if وthen أسهل شي أوكي أسهل شي if then ممكن تعمل تأخذ الunlet ممكن تأخذ الif ممكن تأخذ الwhen never اللي بدك يا الامبلايز only if الwhen اللي بدك يا فأسهل إشي بالنسبة إنا ناخد مين الif then نيجي هون أول إشي الconverse عبارة عن q بعدين b يعني q implies mean b طبعا انت اعتبرت ان هاي الجملة كلها على بعضها q ولازم تضح للدكتور انتوا اعتبرت ان هاي الجملة كلها q فإذا متيجي بنحكي بما ان الجملة q لنعمل implies هاي الجملة لنعمل هاي الجملة هاي الجملة الأولى if i don't go to town انت انت ما عندك ناسية القواعد للغة الانجليزية ناسينها كل بساطة احكي if لازم يشوف الدكتور كلمة if إذا ما شافها مشكلة if وحط q على طول not going to town رح يرضاها هو ما بيحاسبكم على لغة انجليزية هو بيحاسبكم يعني على logic فلازم نشوف if اما هاي النفيه هو الصحيح كلغة انجليزية اما خطتي له not going to town رح يقبلها رح يقبلها اكي not going to town هاي الجملة الأولى طيب نحط الجملة الثانية لانه بدي بالimplies ماذا الimplies شونا نحط هاي الimplies لان احنا بناخد غمبات نحط then then it is raining الجملة الثانية انت هي وينها الجملة it is raining فصارت عنك q هاي عبارة q implies mean implies بي فصارت عنك عبارة q implies mean هاي عبارة بي حكا نرد الimverse الimverse شو هي نفي اللي q implies نفي اللي b نفي اللي q احنا not going to town نفيها الimverse sorry الimverse انا اس في اس خربطت الimverse هي نفي اللي b implies نفي اللي q نفي اللي b implies نفي اللي q اللي b هاي عبارة عن it is raining هاي هي البي صح؟ نفيها it is not raining مضبوط it is not raining حلو حلو؟ حلو؟ خلصنا من نفي اللي b بدل الساهم شو نحط then هاي then نفي اللي q شو هي اللي q أصلا؟ كانت not going to town احنا ماخدين اللي q العبارة كلها not going to town دقتن فيها انت ما ذحبت إلى المدينة نفيها انت ما ذحبت إلى المدينة نفيها ذحبت إلى المدينة i will go to town اوكي؟ واضح؟ اذا النفي بس شي دي النط going to town مش ضروري i will go to town مو عارفين استيغة بلغة انجليزية احكوا على طول going to town بس شي للنط لازم ألغي له النط عشان افهمه اني انا فاهمة للدكتور then منحط then هاي then حطي going to town i will go to town فهاي صارت عبارة اللي هي نفي من الكيو واضح؟ حكينا الكنترابوزيتب الكنترابوزيتب اللي هي نفي الكيو implies نفي البي يعني اكس الأولى هاي نجيبي هاي الجملة هون هاي نفي الكيو هنحطها هون ونسبقها بكلمة F هايها بعدين then اللي هي بدل السهم ونحطنا في البي نفي البي هاي بل شوي نفيناها اللي هو it is raining it is not raining قلصت جدا سهلة الاهم فيها ان نحفظ هاي الأشياء مع مسمياتها الباي كونديشن الباي كونديشن الباي كونديشن من أشهر عباراته if and only if if and only if هي تربط بين جملتين بين الجملة الأولى والجملة الثانية وشارة الباي كونديشن سهم باتجاهين نستبدل بداله باللغة الإنجليزية if and only if تصبقوا هون الجملة الأولى وهون الجملة الثانية ها 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 هو عكس ال-x ore هو عكس ال-x ore ال-x ore كان المختلفات ما لهوم true هون عنا البي كونديشن المختلفات false عكس ال-x ore يا جماعة والإكس أور هيا يعني عكس الإكس أور هون true true وهون false false رح يصير هيا اربطوا مع بعض عشان تحفظوا عكس الإكس أور فقط لغير نشوف الجملة الأولى I am at I am at home هاي جملة B Q It is raining طلب مننا الدكتور B By condition mean Q نحط الجملة الأولى I am at home هاي جملة B بدل الساعة نحطه if and only if فقط لغير وحطه الجملة الثانية It is raining وانتهى الموضوع ولا أسهل منها طبعا في لإكس أور sorry مش لإكس أور By condition جملة أخرى دائمين Is necessary هاي ممكن نحط هاي العبارة بدل if and only if إذا بدل if and only if ممكن نحط if and only if ممكن نحط بدل العبارة الأولى if ونحط قبل العبارة الأولى if بعد العبارة الجملة الأولى بعدين نحط then Q هذا المسبق نلحقها بها العبارة أو ممكن نحط b ونحط if q نفس الإشي if and only if واضح واضح هاي جملة مرادة ل if and only if نجي نحكي هون exercise هذا الإكسرسيز كيف عم بيحكي لنا حدديننا مين العبارات اللي هي صحيحة ومين العبارات الخاطئة يعني true or false القيمة اللي value تبعتهم if then هادو الوضح انهم مالهم implies اكسرسها تقدر implies مش by condition if then نيجي if واحد زائد واحد تساوي اثنين هاي العبارة مالها الأولى true صح اثنين زائد اثنين تساوي خمسة هاي مالها false وبما انه if then فهي implies true implies false true implies false بعطينا دائما الجواب ماله false لانه الجملة الاولى true جملة الثانية false بعطينا جواب false اللي هي tff واحد زائد واحد تساوي ثلاثة هاي العبارة مالها false implies implies اثنين زائد اثنين تساوي اربعة اكي اثنين زائد اثنين تساوي اربعة هاي مالها العبارة اه اثنين زائد اثنين true false implies true تعطينا ماله ايش true اوكي نيجي هون 1 زائد 1 تساوي 3 false 2 زائد 2 تساوي 5 false false وعطينا true خلو مجره if monkey can fly القرد يستطيع الطيران false implies 1 زائد 1 تساوي 3 برضو false اوكي فالجواب رح يعطيكي true لا امبلايز على هذا الجدول احنا اشتغلنا يا جماعة على هذا الجدول اوكي if then على هذا الجدول احنا اشتغلنا يعني الجملة كانت فهي بدها هذا الجدول اوكي هون خلصنا جزء اللي هي ادوات الربط اللوجيك اللي هي الاد وال or والامبلايز والif and only if then والif and only if واخدنا الـ x or وشو كمان وتعرفنا شو معنى الـ for position اللي هي الجملة الدائمة بكون جواهها true او false هاي بالنسبة ان الجزء الاول من هاي المادة رح انزلها على اليوتيوب طبعا او انتو رح تشوفوها عن طريق اليوتيوب اعملوا اشتراك في اليوتيوب عشان بس انزل اي ما يعني الدرس التاني عطول تشوفو بس اشتراك بالقنابة عشان تشوفو انو نزلنا الدرس التاني رح انزل هذا اول درس انا بنزله في القناة ورح انزل كل مواد الحاسب logic compiler كل المواد رح انزلها بالتدريج درس درس يعني كلهم رح انزلهم بالتدريج عشان تشوفو كل مواد الحاسب رح يكون مشروحة عندكم على اليوتيوب بهاي الطريقة او ممكن اشرحها بخط ايدي مرات بحسها اسهل واي تعليق اي اشي مفاهمينه اكتبو لي اياه على القناة وانا رح اشوفو باذن الله تعالى واي اشي مفاهمينه ممكن نعيده نماذج اسئلة اختبارات حابين اشرح لكم اياها ابعتولي اياها في كتير ناس بعرفونه بعرفوا ايميلات وبعرفوا كل اشي على الاسناب تبعي على الايميل تبعي عادي ما عندي مشكلة ما في عندي مشكلة طبعا الاسناب دائما معروف عندي في حل الواجبات اي واجبات من اي جامعة انا يرسل انا بحله وبنشره على الاسناب على الطول اللهم صلى على سيدنا محمد اي شي مفاهمين او معرفينه بسكتبوريات عادي اخوة عادي بنعيده ما في مشكلة يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاي الجزئية لانه هذا اول درس انا بنزله فعليا على يوتيوب